هادي أم حكومته؟ من سيمثل اليمن في اكتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟ سؤال لم تحسم إجابته بعد ففي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر دبلوماسية عن إمكانية حضور الرئيس هادي بنفسه تتردد تصريحات حكومية عن احتمال تمثيل اليمن بوفد حكومي يترأسه نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي وهو ما يجعل الغموضة سيد الموقف حتى اللحظة المصادر المقربة من الحكومة رجحت بأن هادي لن يستطيع المشاركة في الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة بسبب الضغوطات الشديدة التي يتعرض لها من قبل السعودية ويرجع البعض تلك الضغوطات السعودية إلى تخوف الرياض من احتمال قيام الرئيس هادي بالإعلان من على منبر الأمم المتحدة إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية وهو ما سيضع المملكة تحت المسالة الدولية كونها المسؤولة الأولى عن التحالف ولأن دعم الإمارات لانقلاب عدن وقصفها الجيش اليمني يعمل على الإضرار بوحدة اليمن والسقراره وهو ما يخالف المرجعيات الدولية التي تدخلت بموجبها السعودية في اليمن بالنسبة لمحللين فإن عدم مشاركة الرئيس بنفسه في اللقاء الأممي الكبير يمثل نجاحا نسبيا للإمارات فالتمثيل الدبلوماسي لليمن سيكون ضعيفا خصوصا أن اليمن لا تزال بدون وزير خارجية حتى الآن ومع ذلك وبغض النظر عمن سيمثل اليمن في المحفل الدولي يبقى التخوف الأكبر من أن تكون مضامين كلمة اليمن ضعيفة تكتفي بتحميل الإمارات المسؤولية والدفاع عن المملكة دون الطلب إعفاء الإمارات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها كونها أضرت ليس فقط باستقرار اليمن بل أيضا باستقرار العالم وأمنه